بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه استعين صلاة والسلام على أشرف المرسلين أيها الأحبة الأفاضل السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركته في هذه الحلقة بإذن الله سنعالج أو نناقش تمارين الأمن الكهربائي وبدون إطالة مع السلسلة الأولى المتمثلة في أختبر معارفي من الكتاب المدرسي الجيل الثاني إذن وبدون إطالة مع هذه التمرين يقول أجب عن الأسئلة التالية واحد ما طابعت التيار الكهربائي الذي يغذي المنازل إذن كما رأينا في دراستنا فإن التيار الكهربائي الذي يغذي المنازل هو تيار متناوب إذن فهو تيار كهربائي متناوب مثل ما قلنا لأنه مصدره هو عبارة عن مولدات لتعتمد على مبدأ التحريض الكهرو مغناطيسي وبالتالي يكون متغير التوتر بين قيمتين حديتين موجبة وسالبة بشكل دوري منتظم ما الفرق بين المنصهرة والقاطع التفاضلي إذن المنصهرة هي عنصر كهربائي بسيط يستعمل في الأجهزة وفي التركيبات الكهربائية أو الدارات الكهربائية لحمايتها من التلف في حالة الارتفاع المفاجئ لشدة التيار في حين أن القاطع التفاضلي هو جهاز كهربائي يستعمل في الشبكة الكهربائية أو في الشبكات الكهربائية وبالضبط مباشرة بعد العداد لحماية التركيبات وحماية الأجهزة وحماية المستعمل من مخاطر التيار الكهربائي التي تكون ناتجة عن الدارات المستقصرة ثم السؤال الثالث ما مصدر الصدمات الكهربائية المختلفة إذن فمصدر الصدمة الكهربائية هو ملامسة سلك الطور للهيكل المعدني لجهاز كهربائي في حين أن الرمز الممثل على الصورة يعني هذا المثلث الذي يحمل علامة الشرار الكهربائية فإنه يدل على التنبيه إلى الإصابة بصدمة أو صعقة كهربائية في حالة لمس المكان الذي توجد عليه هذه البطاقة سواء كان وجدناه على جدار وذلك في مكان أو على باب مثل ما نجده في أماكن المولدات المحولات أو على الأجهزة الكهربائية إذن هذا بالنسبة للسلسلة أو الجزء الأول اثنين أذكر مختلف الطرق الأمنية التي تحمي التركيبات الكهربائية من التلف بسبب الارتفاع المفاجئ والشديد لشدة التيار الكهربائي إذن قلنا من الطرق الأمنية التي تحمي التركيبات استعمال المنصهرات في أسلاك الطور إذن هذا تمثيل للمنصهراء يعني منصهراء بحجم صغير منصهراء للتجهيزات والتجهيزات واللسلة للتركيبات أيضا استعمال القاطع التفاضلي في الشبكة الكهربائية الشبكة الرئيسية فالقاطع التفاضلي يحمي الأجهزة يحمي التركيبات يحمي المستعمل من الصدمات وهذه صورة لنموذج من القواطع التفاضلية التي تستعمل في التركيبات الرئيسية أو في الشبكة الرئيسية السؤال الموالي يقول اختر الجواب الصحيح يحمل القاطع التفاضلي الدلالة 40 ميلي أمبير يعني هذا الذي معنا على الصورة نلاحظ أنه مكتوب عليه الدلالة 30 ميلي أمبير هذا يعني أنه ألف هل يستهلك 40 ميلي أمبير ب يكشف عن تيار تصرب شدته 40 ميلي أمبير جيم يكشف عن تيار تصرب شدته على الأقل 40 ميلي أمبير إذن فالإجابة الصحيحة هي الإجابة جيم حيث أن هذا الجهاز له حساسية تصل إلى قيمة قدرها 40 ميلي أمبير بمعنى أنه يحس بأصغر شد التيار يستطيع أن يحس بها هي 40 ميلي أمبير فمثلا لو حدث تغير قدره 30 ميلي أمبير في الدارة الكهربائية فإن هذا الجهاز لا يحس به ولا يقطع الدارة إذن فحساسية تتمثل في القيمة 40 ميلي أمبير السؤال الموالي يقول تحدث الدارة المستقصرة عندما الحيادي يكون في حال تلامس مع الطور أم الأرض في حال تلامس مع الحيادي أم الطور في حال تلامس مع الأرض إذن فالحالة التي يحدث فيها استقصار الدارة عندما يكون الطور في حال التلامس مباشر مع الحيادي معذرة يقول لإطفاء أو تشغيل مصباح باستعمال قاطعة يجب أن يكون السلك المقطوع هل هو الحيادي أم الطور إذن فلإطفاء أو تشغيل مصباح باستعمال قاطعة يجب أن يكون السلك المقطوع هو الطور ماذا يقصد بالسلك المقطوع يعني أين تكون القاطعة مركبة إذن فيجب أن تكون قاطعة مركبة على الطور لكي تكون وسيلة حماية ليس فقط وسيلة تشغيل إذن وهذا نراه في السؤال الموالي يقول لأسباب أمنية تركب القاطعة على الحيادي أم الطور نعم تركب القاطعة كما ذكرنا على الطور لدواعي أمنية أي لكي تكون عنصر إضافي لحماية المستعمل فحينما يريد مثلا استبدال المصباح أو صيانته أو إصلاح الغمد أو صيانته فلا يضطر إلى قطع التيار الكهربائي من الشبكة الرئيسية أو من القاطع التفاضلي وإنما يكفيه أن يفتح القاطعة إن كانت مستعملة بشكل صحيح في الطور قلنا يكفيه أن يقطع التيار بفتح القاطعة فحينما يفتح القاطعة يصبح المصباح وغمده في حالة معزولة عن الدارة الكهربائية إذن بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة في الأخير أسأل الله العلي القادير أن نكون قد وفقنا كما نأمل أن تكون قد استفدتم مما قدمناه لكم وإلى الملتاقى في الحلقة القادمة بإذن الله التي سنناقش فيها السلسلة الثانية والمتمثلة في أطبق معارف إلى ذلك الحين دمتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته